السلام عليكم ورحمة الله. انا مؤتصم من تغنية الاندرويد. اليوم اقدم لكم حل مشكلة اخفاء التحديثات في هواتف شاومي مهما كان نوعي. ودي حاجة زماعة ظهرت معي انا شخصيا بعد ما ظهر التحديث واجي تغير شريعة الاتصال الى شريعة الاداتا او الانترنت. اتفاجأ باختفاء التحديث نهاي. وحاولت مرة ومرتين وعشرة. ولكن للاسف لم يصر معي اه التحديث في اه خانة البحث اللي التحديثات لم يصار. فبحثت في بعض الغنوات وظهرت معي غناء اسم ايهاب تيفي شخص صادق بما يقدمه في الجد. فحبي توسع الموضوع ونقرأ الفكرة الى الاشخاص الذين يتواجههم مشكلة زي حالتي انا. اذا كنت مهتم اه للموضوع ومن الاشخاص الذين يملكون واحد من هواتف شاومي. وواجهتك مشكلة اخفاء التحديثات. اتمنى انك تشاهد الموضوع الى النهاية. ولليصلك اه الفكرة كاملة. واذا كان زيارتك للاهول مرة في الغناء. اتمنى منك تدعمني بالاشتراك. وعمل لايك. وفعل الجرس لصلك مني كل جيد بمشاعة الله. فاصل. وانا واصل. طيب يا شباب نبدأ على بركة الله. اول شي طبعا اول خطوة بنحتاج اللي هو برنامج اكسيم اي 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 داول لوب. برنامج صغير الحجم وكمان برنامج مجاني متواجد في اه متجر اه بلي. طبعا انا محمله مسبغا نفتح البرنامج. وانا ننتظر اه يفتح البرنامج معنا في الهاتف. والجميل في البرنامج ممكن نستخدمه بدون تسجيل. يعني فيه خيارات لي اذا كان حابه انك تسجل ممكن تسجل. اذا كان ما حابه تسجل ممكن برضو ما تسجل في الهاتف. وبنمشي له الخيارات الثانية طبعا هو اه تقريبا بعض الاخبار. والخيار السالس وهو الخيار المهم هو اه داول لوت. ننتظر مع ان نفتح معنا واجهة اه اه تداول لوت. زي ما شايفين امامنا عزرت معنا واجهة اخرى متعددة. طبعا كل الخيارات الموجودة في اه خانة تداول لوت. ما بيتهمنا الا بيهمنا الشيء واحد اللي هو الخيار الاول هو اختيار اه دا الخيار ان احنا محتاج له في اه التحديثات لجميع الهواتف شاومي. زي ما شايفين امامنا ظهرت معنا الجميع الهواتف من الشاومي اذا كان من الردمية او البوكة او غيره. يعني ممكن تستفيد من البرنامج لآآ التحديثات اذا كانت في انك تحديثات آآ تحديث للهاتف اداخر وزهر عن اي شخصي متواجد معك في البيت او زميلة او صديقة المهم. ممكن تستفيد من امكانات البرنامج لتحديث الهاتف. بنمشي الى اللعلى ونختار الخانة البحث ونكتب طبعا موديلة للهاتف الخاص بك. طبعا انا هاتفي آآ ريدمي تمانية. زي ما ملاحظين ظهرت معنا آآ ريدمي تمانية بشغلية طبعا من البرنامج اختصر فيه بعض اللعلانات الغير مزعجة. بعد تخطي اللعلانات تصر معنا جميع آآ موديلة موديلة لهاتف ريدمي تمانية. اذا كان من الهندي او الصيني او الاوروبي او الروسي. فاآ بنختار نوع للهاتف وكون حذري جدا في اختيار نوع هاتفك. اختيار نوع هاتفك طبعا بيصدار ونوع خاص من النظام. آآ ممكن نصبه الى و بنمشي لمعلومات للهاتف في اللعلة زي ما شايفين امامنا. آآ طبعا لأي هاتف فيه نوع معين. آآ اذا كان زي ما ذكرت ليك الهندية والروسي كلها فيها احرف وآآ ارغام مختلفة. فيرد تكون حذر في اختيار التحديث. فالنوع النظام هاتفك يكون آآ تقريبا اسفل التخزيم مباشرة زي ما شايفين عمانو. فانتبه يعني من اختيار آآ نوع للا الروم. فالريدمي دي يعني مختلفة اذا كان في روسي في هندي في اوروبي آآ في صيني يعني آآ تكون حذر جدا في اختيار آآ الروم بالنسبة للهاتف الخاص بي. طبعا انا هاتفي آآ ردمي النسخة الهندية فما اعلن الا نختار النسخة الهندية. زي ما شايفين امامنا ظهرت معنا الخيار الاول والخيار التاني طبعا الخيار الاول هو خاص بالهواتف العملية زي ما بقوله آآ فاكين البوت وعملين روت وعملين ريكافري معدل. في اشخاص يعني بعملوا روت وفكوا البوت عشان هيعدلوا في الحاتف لكن انا آآ ما عامل روت ولا فاكي البوت ولا عامل ريكافري معدل. بنختار الخيار التاني زي ما شايفين امامنا هو آآ حجمه آآ اصغر من اللعلة. فما علينا نختار آآ كلمة download وآآ نسهم مباشرة الى آآ اي مصفح موجود عندنا في آآ الهاتف بنحمل الروم وننتظر بعد تحميل الروم. طيب بعد ما حملنا الروم بنسهم مباشرة الى اعدادات الهاتف وبنمشي الى حول الهاتف ونختار اصدار ام اي يو اي اللي هو هنا. آآ بنمشي الى الخيار التاني وهو اختيار حزمة التحديث وبنختار الملف المحفوظ التحديث اول ملف اللي احنا آآ بنختار آآ بنختار آآ نوع التحديث اول ملف طبعا بيطلب مننا آآ بعد طبعا ما يقرأ نوع التحديث بيطلب مننا اعادة تشغيل الهاتف في الشريط في اللسفة زي ما شايفين امامنا بنعمل له طبعا اعادة تشغيل آآ بنرجع لكم بعد ما آآ ينتهي التحديث لانه انا بصور بنفس الهاتف. طيب با كده الحمد لله خلصنا من التحديث والحمد لله بدون اي ما تواجهنا اي مشاكل بنسها مباشرة الى اعدادات الهاتف. زي ما ملاحظين اتحدث معنا بكل سهولة وبكده حلنا مشكلة اختفاء التحديث اذا كان واجهتك مشكلة زي الواجهتني انا. واتذكر معي الاصدار الاول هو كان اصدار اثناشر بوين ثلاثة بوين واحد والتحديث الجديد هو اثناشر بوين خمسة زي ما ملاحظين. وبكده موضوعنا انتهى واتمنى ان اكون قدمت لك شرح مفصل لحل اختفاء التحديث اذا كان واجهتك مشكلة بالنسبة لاختفاء التحديث. ويا حبيبي اذا كنت غير مشترك اتمنى انك تدعني بالاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس لصلك من كل جديد بمشيئة الله. نشوفكم في امان الله.